الان طلاب راح نجي نحسب الكميات النحتاجة طبعا عدنى جدول الكميات يتكون من تفاصيل اتية number هو الترقيم لكل فقرة مطلوبة من عدنى بانه نشرح نوعية هذه الفقرة اليونت نحسبها بالمثل مكعب او بالمثل مربع النمبر كم مرة موجودة هذا الطول او الكميات المطلوبة طبعا الدايمين شن الابعاد ناخد الطول لينث والهايت اللي يعني طول بعرض بارتفاع الكوانتيتالية الكمية الكلية الي ناجع عن ضرب هذه الابعاد والنوت اذا عدنى تفاصيل الريد نكتبها نكتبها بالنوت لاحظوا احنا هسا عدنى مطلوب من عدنى ال excavation works كمية الحفريات احنا لو نلاحظ نرجع على الشكل مالتنا نحسب كمية الحفر احنا عدنى هذه الارض الطبيعية فاني حتى اوصل الى هذه النقطة اخر النقطة فلازم احفر بهذا الارتفاع اذا الحفريات هي عبارة عن شقد هي عبارة عن 0.77 متر زائد 0.25 متر زائد 0.08 متر فراح يكون مجموعها هو 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 1.1 يعني 11 سنتيمترا هذا هو ارتفاع الحفريات الطول مالته هو نفس طول الاساس اللي اوجدنا والعرض مالته هو عرض الاساس شقد عرض الاساس حسب الشكل هو 0.9 هذا عرض الاساس اذا انا رح احفر بهذا الارتفاع اللي هو 1.1 وبعرض 0.9 والطول هو طول هذا center to center لاحظوا الطول هذا center to center هو اللي راح احفر به بعمق 1.1 هسه ننتقل للفقرة الثانية هو فرش طبقة من الحجر المكسر بارتفاع 0.08 طبعا اليونت المستخدمة بالحفريات هي متر مكاعد ما تتغير لكن دائما بالبيدنج بالفرش نستخدم المت المربع بما انه نستخدم المت المربع المت المربع هو شنو عبارة عبارة عن طول في عرض فاذا لازم نذكر احنا رح نفرش باي سمك لكن هذا السمك من دخله بالحساد ليش لان انا اريده بالمت المربع فرح ناخد طول في عرض الطول هو طول الاساس والعرض هو 0.9 عرض الاساس فتكون النتيجة 15 متر 0.804 طبعا شنو متر مربع نجي الى صبت الخرساني دائما الصب بالمتر المكاعد دائما الصب بالمتر المكاعد لاحظوا النمبر هو واحد لان احنا ما قدنا غرفتين قدنا واحدة فقط فاذا واحد بما انه متر مكاعد اذا نحتاج طول في عرض في ارتفاع الطول هو نفس طول الاساس العرض هو نفس عرض الاساس لكن الارتفاع هو ارتفاع الصبة اللي هو قدنا 0.25 25 سنتيم كما مبين بالشكل لاحظوا الارتفاع هو 25 سنتيم للصب ايضا نوجد الكمية الكلية اللي هي 3 0.951 هذا المثال مبسط ورايد من عندنا فقط 3 حساب 3 كميات فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر